العقل المعتدل هو أفضل الأشياء التي يمكن أن يمتلكها الإنسان ويجب عليه السعي جائداً للحفاظ عليه وتحسينه المعرفة هي أساس الحياة الإنسانية ويجب على الإنسان السعي للحصول عليها دون كلال أو ملل الصدق هو أساس العذارة والنزاهة ولا يمكن للمجتمع أن يعيش بدونه التسامح والإحترام المتبادل بين الأديان والثقافات هو مفتاح التعاش السلم بين الشعوب الصبر والاحتمال والتفاؤل هي صفات أساسية للحفاظ عن النجاح وتحقيق الأهداف الأمن هو الشمس التي تضيء حياة الإنسان ويجب عليه السعي جائداً للحفاظ عليه الإيمان بالله والاعتقاد بوحدانيته هو أساس الدين الإسلامي ويجب على المسلمين السعي للحفاظ على هذه القيمة الأساسية التوالع هو صفة مهمة لدى الإنسان ويجب عليه الاحترام والتقدير للآخرين دون تمييز أو تحيز التوازل والاعتدال في الحياة هو مفتاح السعادة والنجاح الأخلاق الحميدة هي أساس العمل الجاد والناجح ويجب على الإنسان أن يتمتع بأخلاق حميدة وسلوكيات حسنة في حياته الشجاعة والإيمان بالنفس هما مفتاح النجاح وتحقيق الأهداف الصحة الجيدة هي من أهم النعم التي يمكن أن يحظى بها الإنسان ويجب عليه العناية بها بشكل جيد الإبداع والابتكار هما مفتاح التطور والتقدم في حياة الإنسان الشمولية والتسامح والتعرف السلمي بين التقافات هي من أهم القيم التي يجب على الإنسان احترام والحفاظ عليها العدل هو من أساسيات الحياة الإنسان ويجب على الإنسان السعي لتحقيقه في جميع جوانب حياته الحكمة والفضيلة هما مفتاح النجاح والسعادة في حياة الإنسان التعلم والتعنيم هما من أهم الأدوات التي يمكن للإنسان أن يستخدمها لتحقيق أهدافه وتحقيق النجاح في حياته الإنسان هو مخلوق طبيعي والشماعي ويجب عليه السعي للعيش بسلام وتعاون مع الآخرين في مجتمعه التعاطف والتعاون والتضامن هي من القيم الإنسان الأساسية التي يجب على الإنسان الاحتفاظ بها والعمل على تعزيزها في حياته لا يوجد شيء أكثر خطورة من الجهل والتجهيل ولا شيء يوجد أكثر قوة من المعرفة والتعلم العلم هو من الأدوات الأساسية التي يمكن للإنسان أن يستخدمها لتحقيق النجاح والتقدم في حياته النظام والانضباط والتنظيم هي من الأسس الضرورية التي يجب أن يتبتع بها المجتمع الذي يراب الإنسان في العيش فيه العقل والفكر هما أهم الأدوات التي يجب أن يستخدمها الإنسان لفهم العالم المحيط به والسعي لتحقيق أهدافه التواضع والاعتدال والفكمة هي من الصفات الأساسية التي يجب على الإنسان أن يحتفظ بها في حياته